أهلا بكم الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي نعمل structured logging في .NET ازاي نستخدم seri log علشان نلوج في أماكن مختلفة وخلنا حلقة نتكلم عن واحدة من التولز اللي هي SICK server اللي بيخلينا نعمل queries على ال structured logs النهاردة هنتكلم عن طول تانية أقوى شوية من SICK SICK مفيد في حالات ان انا بعمل logs مش كبيرة قوي السيرفر بتاعه بتستهتب على ماشين واحدة لكن اما الموضوع بيكبر معايا ومحتاج features أكتر وحجم ال data بتاعي بقى أكبر بنحاول نروح لتول تخدمنا في النقطة دي التول اللي هنتكلم عليها هي elastic stack أو ELK stack تعالوا مع بعض الحلقة دي هتبقى طويلة شوية يعني بس هي حلقة مهمة وحاجة من الحاجات اللي الناس كتير محتاجة تتعلمها ومحتاجة تعرف عنها أكتر فمعليش ركزوا معايا شوية في النقطة اللي جاية دي أول طوبيك هنتكلم عنها هو يعني أيه elastic stack هو أيه وبدأ ازاي واتطور ازاي فعلا نشوف مع بعض السلايد دي بتتكلم عن يعني نحن نلوج فيه أو ننسرت فيه ديتا كتير شوية الديتا ديت عبارة عن نوسيق والديتا عبارة عن جايسون object والسيرفر ده الديتابيس دي بتسمح لنا نحن نعمل search operations والكويريس كتير على الديتا ديت من هنا جاءت كلمة وليه اسمها elastic elastic علشان هي بتقدر تسكيل على أكتر من سيرفر ما هيش hosted على سيرفر واحد وبالتالي مع حجم الديتا اللي ما بيجبر بتقدر تسكيل out الديتابيس ديت على سيرفرس كتير والسيرفرس ديت بتسفورت الكويري بتاعك بشكل باراليل انهو بيدستريبيوت الكويري بتاعك على السيرفرس ديت فدي عبارة عن elastic search الديتابيس طيب تاني كومبونت فيها هي الكي خلينا ننزل الكي اللي هي كيبانا كيبانا دي هي الUI او التول اللي تقدر من خلالها بتاكسس الديتا اللي جوه الديتابيس زي كده سيكول سيرفر عنده سيكول سيرفر وعنده سيكول سيرفر مانجمنت ستوديو المانجمنت ستوديو ده هو الUI اللي انت بتنستوله على المشين بتاعتك عشان تاكسس منه سيكول كيبانا هي الUI هي ويب انترفيس ما هيش ما هوش executable file يعني هو في الاخر ويب انترفيس بيسمح لك ان انت كزا multiple users يدخلوا عليه يقدروا يعملوا queries على elastic search database ديت وكمان يقدروا يعملوا dashboards للquery ديت يعني اقدروا هاتلي هاتلي عدد الريكوست اللي شكلها عامل كزا طلعها يبقى في تشارد شكلها تالت component هي look stash look stash ده عبارة عن الcomponent اللي يقدر يقف قبل elastic search database اللي يقدر يخليلنا احنا بنقرب looks كتير نقدر ندخلها على elastic search directly ونقدر نستعمل look stash علشان يترانسفورم اللوكز ديت بشكل يسمح لنا ان احنا نكويري عليها يعني يستاندردايز اللوكز اللي جاء من اماكن مختلفة يمابهم او يعملهم transformation لشكل يسمح لنا ان احنا نعمل كويريز عليهم بشكل احسن تعالوا نروح للسلايد اللي بعدها اللي بعدها بتشرح برضو مجموعة الcomponents ديت زي ما قلت كده احنا بدأنا بإلاستيك سرش وكبانة زادت عليهم look stash بعد كده وبقت سمى اللي stack ده اسمه ELK علشان التلاتة components دول بس بعد كده بدأوا يديف components تانية زي beats الابليكيشن بتاعتي hosted على IIS وhosted على SQL وhosted على servers مختلفة الاحتياب كان انها عايز اجرب وكاتش كل الlooks بتاعت كل السيرفر ديت من هماكن مختلفة فبنسطب agent اسمه beats beats ينزل على Windows ينزل على Linux ينزل على أنواع مختلفة من السيرفر هو عبارة عن agent صغير بيقدر يمونتر الlook بتاعت مثلاً IIS أو log files بتاعت SQL أو log files بتاعت الapplications أي كانت نوع هاي بيقدر يكيب monitoring log files ديت بفورمات المختلفة بيجراب الlooks ديت ويبعتها لإلاستيك سيرش لو أنا عايز أعمل transformation عليها هبعتها log stash الأول log stash تترانسفور الlooks بشكل معام ممكن يكون كل application بتلوغ بفورمات مختلف واحد بيلوج في JSON فايل واحد بيلوج في XML واحد بيلوج في text file لو أنا عايز أجمع فورمات الحاجات ديت لأجمعها في الآخر لشكل ثابت لشكل واحد موحد يقدر يخلين يعمل الlooks بشكل أسهل هعدي على log stash لو أنا عايز لو الlooks بتاعتي كلها شكل واحد كلها مثلاً text files ممكن أقدر بعتم على طول على elastics search من بعد ما بدأوا يزودوا المنزل المنزل الزيادة اللي هو ما بدأوا يطلقوا على elk stack بقوا مسمينه elastic stack لأنه بدأوا يزودوا المنزل والحروف كانت قربت تخلص منهم مش عايزين يزودوا حروف كتير في ال stack بعد beats بدأ يظهر برضو features زيادة عايزين نعملها بدأ يظهر الاحتياج هو الموضوع مش مجرد logs وبس الموضوع عايزين كمان نتراك الapplication performance عايزين نتراك metrics عايزين نتراك uptime بتاع الapplication من هنا بدأ يظهر components زيادة بزيد على stack ده زي APM server APM اختصار application performance monitoring او application performance metrics server ده عبر عن server بيجيت كل الapplication performance related metrics المتريكس ديت قد تكون CPU memory بتوع السيربر كل شوية بنتراك هم قد تكون الquery او الAPI requests او الweb requests اللي بتحصل على web application نتراك الحاجات دي والdependency بتاعت كل request ونشوف مع بعض تفاصيل اكتر الفايدة من APM server الAPM server عبارة عن server وعبارة عن agents برضو زي شبه beats كده بتتوزع على applications مختلفة يمكن beats متخصص انه يقرأ من log file بتاع حاجة APM agent متخصص انه ينزل على applications سواء كان .NET Java اي نوع من ال applications ويتراك اللي بيحصل جوه الapplication دي الdependencies الquery اللي عملتها على الdatabase الAPIs اللي هي كلمتهم بره كل الحاجات بيتراك هم مع بعض ويحسب لك ايه اكتر dependency من دول خدت وقت هنفوكس النهارده على يعني نهارده عشان بس يكون حلقة مكتملة كده احنا هناخد الجزء بتاع elastic search وكبانا وهناخد معاه لما هنضيف عليهم APM server وAPM agent مش هنتكلم النهارده على bits وعلى logstash هما ليهم scenarios معانا بيبقوا مفيدين فيها بس scenario بتاعنا اللي احنا عندنا .net web API هنضيف عليه احنا حطين فيه already seri log هنخلي seri log بدل ما بيلوغ في file هيلوغ في elastic search وهنضيف عليه كمان agent بتاع .net بتاع APM تعالوا ندخل على اول خطوة هنحتاجها وهي ان انا ازاي انستول ال elastic stack دوت عندي طبعا فيه طرق مختلفة للإنستاليشن انا ممكن انستولها على windows ممكن انستولها على mac او linux انا اخترت الطريقة الاسهل في الانستاليشن وهي docker علشان برضو ما ادخلش نفسي في configuration و hassle كبير انا دي الصفحة اللي هي بتاعت ازاي تنستول كيبانا ومعها بيبقى في instructions ازاي تنستول elastic database هدخل على الصفحة دي هشير معاكو اللينكات بتاعت المصادر دي اول حاجة عندنا هنا هو دي commands اللي انا محتاج لانها علشان بيكريت network اسمها elastic network هو docker بي بي download الimage اللي اسمها elastic search بعد كده بنrun command line اللي بيكريت لنا docker container اللي في elastic search تعالوا نرن التلاتة دول انا مدون load damage دي قبل كده running بتاع دي مش هياخد وقت paste وهنا بيقول الnetwork اللي اسمها elastic دي موجود عشان اخبتم ستر بالحاجات دي قبل كده اخر command اللي هو بيران وال pull دي ماخدتش وقت برضه علشان ان بيولود ها من قبل كده المرة دي ده docker command اللي بيقول create server او container اسمه es01 test ده اسم container يعني جوة network اللي اسمها elastic طلع لي port 9200 9300 وده اسم image هدوس enter bor بتد كده تقدر بدأ يرن الكنتينر وبدأ يطلع لأ looks بتاعت الكنتينر دي اسهل طريقة ان انا اتأكد ان الكلام ده إذا أشتغل، سأكتب localhost 9000-10 كما نرى هنا جالي الـ response مثل home page الـ database Elasticsearch يجب أن ندخلها عن طريق REST API طبعاً كيوزر، لا أستخدم الـ REST API سأكتبها لكي تقدر من خلال UI سأرجع للـ PINCH سأقوم بـ two commands كيبانا هي UI كما قلنا قبل سأقوم بـ copy ونذهب إلى command line أقول له سأقوم بـ download kibana ورنى لي الـ container بتاع kibana سأقوم بـ enter ونراجع الـ command الـ command يقول لي run container اسمه kib01-test اسمه الـ container expose port 5601 وهو ده الـ port الذي نبدأ بندخل عليه ودل عليه الـ interface UI والداشبورد كما نرى هذا بدأ الـ run دعيني هنا أفتح وزي ما نرى هذا الـ home page كيبانا الـ home page تقول لي أن الـ stack يستخدم في حاجات كثيرة منها enterprise search منها observability منها security منها analytics نحن نركز على جزء الـ observability هي المعمولة للـ application logs و performance و tracking و observe الـ application هفتح الـ observability هتدخلني 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 هنا على الداشبورد اللي بتخليني المنيو اللي في الجانب هنا بتقول لي عندي هنا حاجات مختلفة أقدر أكسسها أول واحدة overview دي بتقول لي دية الأجزاء المختلفة أو أنواع data المختلفة اللي بي manage هذا الـ stack هنبص النهاردة على الـ looks و على الـ APM في أجهات تانية مش هنركز فيها مش موضوعنا يعني هنركز هنا من المنيو الشمال دية looks و APM هل هي ناخد الأول الجزء بتاع الـ looks هنا عندي صفحة اسمها stream دي لما هفتحها أول مرة هيقول لي شوف الـ instructions و حاجات زي كده وده هيدخلني على الموضوع اللي بعده اللي هو أنا عملت خلال setup للـ database عملت setup لكيبانا الخطوة اللي بعدها هي ان انا عايزة بعت الـ looks بتاعت الـ application بتاعتي من application بتاعتي اللي هو جوة .NET او باستخدام Siri log لـ elastic search الخطوة اللي بعدها هي عبارة عن ان انا لو دخلت هنا على اللينك ده اللينك ده عبارة عن Siri log sync اسمه elastic search هو destination من الـ destinations اللي Siri log تقدر تلوك فيه بحيث انها بتinsert الـ looks بتاعتي جوة elastic search تعالوا نشوف الخطوات بتاعت ازاي ننستول الحكاية دي اول حاجة هننستول package اسمها serilog sync .elastic search هفتح الـ project لـ .NET بتاعي زي ما انتم عارفين من الحلقات اللي فاتت احنا عاملين .NET API بسيطة فيها شوية بتسمح لنا من احنا نتست شوية actions get و post وحاجات زي كده موضوعنا النهاردة مش هندخل قوي في details في .NET طبعا لو انا عندي application node java PHP اي حاجة هقدر استعمل اللي فيها علشان تلوب نهاردة هناخد المثال .NET دي .NET application بتاعتنا المثال بتاعت المام اول حاجة هندخل على nugget packages وهو اللي اعمل لي install النوبة تعمل search على النوبة اللي اسمها سيري لوب مع elastic search هلاقي هلاقي النوبة ديت هداونلود هبقى على ال page ديت هبيقولي هنا ازود زود اللين الاسم write to elastic search اوليني اخد اللين ده و هروح على program .cs هنا كان فيه ال logger اللي احنا بنكونفيجره بتاع ال seri log كان فيه شوية سطور هنا بتقول ان احنا بن log minimum level بتاع information بن override a s بنتكلم بن log لها ال warnings بس وبن write to console هاجي بعد write to console هسيب الconsoleموجود وهزود write to elastic search أزود الـ Using اللي أنا محتاجها اللي بيحصل هنا أنا بقوله Write كمان بعد الـ Console Write على Elasticsearch بديله Options الـ Options هنا فيها URL بتاع Elasticsearch وزي ما احنا شفنا Elasticsearch لها Port 9000 مش الـ ياريت الناس ما تطلق باتش وتخط هنا الـ Port بتاع كيبانا كيبانا دايما الـ Port بتاعه وعادةً بيبقى بيبقى 5601 الـ Elasticsearch عادةً بيبقى 9200 فهنا انطبت Localhost 9200 هنا بيقوله AutoRegister Template وحاجات زي كده وخلاص على كده خليني أجرب وران هنبدأ هنبدأ نشوف شوية Logs بدأت تكتب في الكونسول هنبدأ 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 الـ Logs هنبدأ هنبدأ لسه الموضوع الـ Data ما جاتش في الـ Log page ليه ما ظهرتش علشان أنا محتاجة أغير في الـ Settings هنا الـ Settings دي بتقول لي إعرض لي الـ Logs اللي جاية منين كل الـ Logs بتدخل في Indices والـ Indices دي بيبقى لها أسماء عادةً الأسماء دي ممكن تكون لها Prefix وبعدين بيدخل فيها الـ Date معظم الوقت علشان أبقادر أ أرموف Indices وأدد Indices زي ما أنا عايز فالـ Default بتاع سري LogSync ده بيحط بريفكس اسمه LogStash فهنا اللي أنا هعمله هنا أنا هزود على الـ Indices دي بيدي حاجة اسمه LogStash وأسترك ده بيقول له أي حاجة بتبدأ بكلمة LogStack هتهالي من ضمن الـ Indices اللي أنت بتعرضه أقول له Apply هنا وهارجع للـ Page بتاع الـ Stream هبتدي أشوف هنا إن بدأ يظهر لي الـ Stream of Logs هادي الـ Stream of Logs ده بيماتش اللي كان طليع لي على الـ Console جميل جميل قبل ما نبص في دول خلينا نرجع للـ Application بتاعتي وخليني أكسس شوية Request من هنا خلينا نعمل ده مرتين ثلاثة خليني نقول كل الـ APIs أنا بحاول أزود الـ Logs اللي موجودة علشان نشوف examples مختلفة من Logs بأشكال مختلفة الـ Action ده كان بيدي Exception عشان برضا Log Exception هادوس خمسة الـ Exception عايزين نشوف الـ Errors دي تشكلها هتطلع عن الساكرة طيب هرجع هنا للـ Stream ده فيه option هنا من يقوله Stream Live اللي هو يفضل يرفرش اوتوماتيك كل شوية كل ما تيجي Logs بديدة فهبتدي أشوف هنا دي Logs اللي تحطت كلها فليني أدي مثل على واحد من مثلا ده واحد من الـ Logs اللي بي Log command لو قلت له هنا View Details هنا هبتدي بان لي بقى يعني Structured Logging يعني إيه إن الـ Log ده ما هوش مجرد text file line of text يعني لا ده هو جواه عبارة عن Properties دي الـ Properties المختلفة اللي جوه أو fields مختلفة جوه الميسج بتاعت اللوك بتاعتي واحدة فيهم هي كانت command text ده كماند اللي رايح على database بي select data من الـ database دي select statement هنا بيقول لي command type text ellapsed أخذ وقت قد إيه هنا الميسج نفسها اللي طلعاني في اللوك execute DB command كذا ناخد مثال تاني مثلا حاجة زي get employees نفتح كده واشوف الـ View details بتاعتها هلاقي هنا فيه status code مثلا متين خليني أجرب أفلتر بقى هاتلي كل الـ Quests الـ status code بتاعهم متين رجع لي هنا دي كل اللوكس اللي فيها الشكل ده get أو post الـ الـ url a responded 200 انا عايزة الـ status code بتاعها 500 او هجب لي واحدة هاي status code بتاعها 500 من ضمن عندي options كتير قوي للـ Queries أنا ممكن أبتدي من هنا ممكن أقول له أنا عايز الحاجة هكتب كلمة swagger مثلا طلع لي كل اللوكس اللي فيها كلمة swagger طلع لي كل اللوكس اللي فيها كلمة error طلع لي الـ status code اللي بتساوي consumer كان من ضمن الحاجات اللي احنا بنلجها object عبارة عن أنا ديكو example كده الـ log information we received weather weather object weather object ده عبارة عن weather forecast object و fields دي لما بنقول له log زي ما هو كده بسري log بيروح معسمه لل object اسمه weather dot date temperature مثلا فانا عايزة أشكل temperature where in هي أكبر من 20 where in temperature f 10 here temperature temperature f 38 طيب هنا يعني هنا تفرجنا كده على طرق مختلفة ازاي نتفرج على looks وزاي نكويري سواء بالtime range او سواء بالنوع معينة من messages تعالوا ندخل في النقطة اللي بعدها يعني هي بقى APM خل اللوكس دي كفاية اللوكس دي طبعا كويسة كبداية يعني لكن انا عايزة منتور الابليكيشن بتاعتي بشكل اقوى من كده هنروح للنقطة اللي بعدها اللي هي APM خليني ارجع للداشبورد اللي كانت في الاول خالص زي ما شفنا كده بعد ما زودنا اللوكس بقت شغالة بقى بطلاق لي هنا component في الداشبورد دي بتقول لي بتوريني اللوكس وقدر هنا اتفرج عليها تعالي ندخل على الخطوة اللي بعد كده وهي APM والAPM Server ازاي نستطب الAPM Server انا دخلت على البيتش دي البيتش دي بتقول لي عندك الابشن المختلفة دي ممكن نستطبه من خلال الوقر المرادنا هجرب اوبشن تاني اللي هو ويندوز مثلا هنا لما بدخل على ويندوز بيديني الانستروكشنز بتاعت ازاي تدونلود السيرفر ده ازاي تكونفيجره عشان يكونكت على الاسيكسش فانا انا عملت الخطوات ديت عملت دونلود ده ونزلي zip file عملت له extract في فولدر معين وبعدين بترن الكماند ده جواه انا عملت الخطوات ديت والخطوات دي في الاخر وستت انها عملت لي ويندوز سيرفرس لو رحت تحت كده على سيرفرس هلقي هنا سيرفر اسمها APM Server انا عمل لها ستارت هنا ان كنت مرحفا هعمل لها ستارت هي السيرفرس دلوقتي يكونفيجرد ان هي تبص على localhost port البرت بتاع الاستيكسش والخطوة اللي بعد كده بعد ما تعمل الخطوات دي اي ان كان بقى انت اشتغلت دوكر اشتغلت installation عادية بتاعت ويندوز بتاعت ماك بتاعت linux الخطوة اللي بعدها هي ان انت تتأكد ان السيرفر ده شغال فبتدوس على الزرار ده check APM server status هنا بيقولك بس بيدي confirmation ان you have correctly set up ال APM server انا فودت الحت دي عشان بس مطولش عليكم من فيديو طبعا اللي عايزي نازل السيرفر دوت لو عنده قابلته مشكلة او حاجة زي كده يقدر يبعث لنا في comments الخطوة اللي بعد كده هو ان انت تحط الاجنت بتاع ال APM agent ده في الapplication بتاع هنا مديك options مختلفة جدا في انواع مختلفة من الاجنت اللي ينفع تسطبهم ده اللي مديو لك هنا مثال الجابا ندخل على .NET وهيقولك نزل النوجت package اللي اسمها elastic APM net core all اول حاجة هاخد اسم النوجت دي وهروح للبروجيكت بتاعي ها واقف ال الكاميران هنا for all you manage the package نصرش على نوجت الاسمها كده هي لقيتها هي elastic APM net core all نستطيع 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 الخطوة اللي بعدها بيقولك خط السطر ده use all elastic APM configuration هو net core all هي عبارة عن agent بيكيب تراك من الماتريكس مختلفة جوا الابليكيشن بتاعتك اول واحد هو عبارة عن مجموعة packages كتير واحدة منهم ASP.NET بتتراك requests و response لابليكيشن بتاعتك 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 واحدة تانية بتتراك entity framework core كل الريكوست اللي بتحصل على البتابيس في nugget packages مختلفة بتتراك حاجات كتير all DAT هي عبارة عن وقدة كل الagents فيها كل حاجة by defaults هي اسهل طريقة نزل النوجت DAT هي بلما كل ال الagents اللي احنا ممكن نحتاجهم في application ونحطها مرة واحدة لو انت عايز تتفرج على دي عبارة عن ايه جواها ايه بالزبط وتختار ايه الانواع الحاجات اللي انت عايز تتراكها طبعا دي option موجود يعني هنا هاخد السطر ده واحط جوا ال start up بتاعي جوا مثل اسمها configure وهو بيقولك من اهم الحاجات اللي انت تعملها ان انت لازم تخطه اول سطر يعني اول حاجة السطر دي تحط اول سطر في ال configure ليه علشان هو عايز يتراك كل الحاجات اللي بتحصل بعده بمعنى انت عارفين طبعا الاسبيتنت جوا middle concept بتاع middleware ده عبارة عن حاجة بترن في اول ال request وفي اخره احنا ممكن يبقى عندنا middleware كتير هو عايز ال middleware بتاعه اول middleware يرن علشان يتراك ال request من اوله لغاية اخر احبت بتاعته وايه تاني حاجة بيقولك لازم يبقى عندي في ال app setting file ال configuration ال configuration دي بتقوله فين ما كان السيرفر واسم ال application بتاعتي ايه وحاجات زي كبه اخد copy من ال configuration دي واروح على ال app settings بتاعي وهزود ال configuration دي هنا الاستيك اي بي ام اسمها هنا فيها service name ممكن اسمي السيرفر بتاعتي hello login اسم ال application لو انا عندي multiple services في microservices environment مثلا يبقى انا كل سيرفرس منهم هيبقى ليها الاسم بتاعها الحتة دي مفيدة في النقطة دي وهنا السيرفر url بيقولي ان url بتاعه localhost 8200 ده url والport بتاع elasticsearch لا مش سوري مش elasticsearch ده الport بتاع ال apm server اللي هي windows service اللي احنا مستطى بها تمام احنا شفنا elasticsearch الport بتاع 9200 ال apm server الport بتاعه 8000 كمين لحد هنا تمام نزلنا نوجت خطينا configuration بتاعتها خطينا السطر في ال startup اللي بيقوله ويوز ال elastic ام ده تعالوا نشوف لحد هنا الدنيا بقى اتعاملة ازاي ايه اللي هيظهر لي في كبانة بالزبط ارن ال application بتاعتي طيب رجعنا هنا على overview dashboard شفنا هنا logs ودي اول حاجة ظهرت فيها ال apm تعالوا نفتح ال application ونجرب نعمل شوية quiz زي اللي عملناها قبل كده بانواع مختلفة بانواع مختلفة وفي ما بحاجة ترمية ال أو تلو view هنا هي دخلني على المينيو بتاعت APM Services Services دي بتلست السيربسيز اللي عندي أنا هنا بالوقت عندي service واحدة اسمها Hello Login Layer Application بتاعتي لو أنا عندي كذا environment أقدر أتاج هنا multiple environments هنا بيقول لي average latency أو response time يعني one second وهنا بيقول لي transaction rate كم في المين لو روحتك عملتك لك على Hello Login ديت هشوف هنا الداشبورد اللي بتوريني in general بقى كل الماتريكس دي في داشبورد كبيرة هنا الداشبورد دي بتوريني overview عام كده الapplication بتاعتي بتتاكسس دي هنا الresponse time دي هنا throw code هنا transactions اللي بتحصل دي انواع الAPI المختلفة اللي اتعملت ودي errors لو دوست هنا على API من ال دي والتحته هنا بيوريني اي dependencies ممكن تكون الريكوست دا عملها فالريكوست دا انا عارف ان هو بيقول database بيعمل select statement فهنا باين ان عندي الجزئية دي من الوقت اللي هو اخر اخر كام مثلا سبعين ميلي ساكن عمل select statement على الريكوست طبعا لو الابيكيشن عخر من كده هيظهر لي هنا dependencies مختلفة انا كلمت الريكوست الواحد دوت الكويريز بتاعتك هتعمل ازاي لو انا بيكلم APIs برا هتظهر لي هنا كdependencies فالجراف دا بيوضح لي فين الحتة اللي واخد لو انا عندي كذا كبيري هيوريني هنا على الجراف كل كويري بدأ امتا وخلص امتا بحيث اقدر detect بالضبط اي query اللي ممكن يكون بطيئة ومبطأ للابيكيشن فمن هنا هتجت حتة performance monitoring الAPM طبعا لو طلعت فوق هنا هيوريني list of كل dependencies بتاعتي هيوريني هنا ان معظم dependencies طبعا هنا عندي dependencies واحدة اللي هي SQL Database لو روحت على الداشبور بتاعت errors هيوريني عندي كم نوع من انواع errors التي تطلع لي كل واحد ظهر كم مرة لو دست على error الواحد ده هيوريني شوية تفزي عنه زي الميسج اللي تطلعت في error stack trace وهكذا لو رحت على output مثلا هنا هيوريني response time هنا internal server error وجواها واحد error فهنا بيبين ان في exception واحد حصل جوا request ال request تحت من هنا قدر شوف برضو شوية تفاصيل اكتر الحتة اللي أنا عايز أوريها هي logs العلاقة بين logs وال APM trace و exception login فهنا هنا شايف ان هنا في timeline وهنا في tab اسمها logs فان فتحت logs دلوقتي هلقيها فاضية لان ما فيش logs related بير request دلوقتي فالخطوة الفاضلة لنقصة علشان اربط ما بين logs و APM traces هي خطوة مهمة جدا بتخليني لو روحت على ال documentation هنا وهي تركو برضو اللينك ده هي خطوة هو هنا بيقول لي في حاجة هنا اسمها log correlation log correlation ده هو وانا بإنسرت اي log message جاية من Siri log اللي انا عايز ان انا include في المessage دي الparameter اسمه trace ID بيقول لي ان ال log ده is related بال request الفلاني او trace ID الفلاني اللي في APM ودي لها message لها package اسمها Siri log enricher APM Siri log enricher هم عندهم نوجة لل Siri log ونوجة لل end log احنا عشان نستخدم Siri log ننزل النوج دي احسرش هرجع لل application بتاعتي run هزود النوج package لي احسرش نستخدم نستخدم ال ونزل الخطوة هي اننا نزود السطر ده اللي بيقول enrich with elastic APM correlation اروح ل program واخت السطر ده هنا ده هيحتاج using وكمان هنا بيقول لي ان بعد ال enrich ده انا بحتاج اخط custom formatter جو الoptions بتاعة elastic search sync option custom formatter ده بتأثير ان اللوجز اللي طلع من عندي ماشي بالformat اللي يناسب اعف الحقيقة هي ده نوجة package تانية اسمها elastic common schema اللي بتناسب serilogue والله سطرها موسيقى 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 من اشف الو 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 التنية بلا من عملة موسيقى من إن دي سامبل واحد من ستة يعني الـ API تقولت كذا مرة طبعا هو هنا بيوريني على الـ Timeline كده هو دايما بيجيب لي أكتر واحدة خدت وقت هو اللي بيخاليها هي دي الـ Default اللي يجبها لي لكن أنا لو قلت له وضعت لي Next جاب لي سامبل تانية Next Sample تانية كده بدأ يظهر أنا طبعا عشان عملنا احنا اثنين إرقوستين في الأول قبل ما نضيف الباكتج بتاعت الـ Enricher دي فما كانش بين الـ Logs فيهم لكن من أول هنا هو بدأ يظهر الـ Logs فهنا أنا واقف على Timeline مقدر بدوس على التابة اللي اسمها Logs يطلع لي الـ Logs بتاعت الـ Request ده الـ Request ده عبارة عن جواد تلاتة Logs دول تلاتة Logs دول بيقولوا إيه Initialize the Entity Framework Executeنا الكوماند الفلاني الـ End Result بتاعت الـ Employees دي responded 200 كامل لسال فبكده أقدر لو أنا تعالوا نشوف المثال اللي هو خلينا ناخد المثال اللي كان فيه exception مثلا لو بتلو try ده خلينا نرجع تاني للـ Services طبعا هنا جايب لي آخر آخر واحدة كمتل الـ Put ديت هي اللي عملت لها Execution خلينا نجد السامفل الثانية هنا شايفين اللوب بيقول إن فيه Error Unhandled Error Accured وهنا فيه الـ Put ديت رجعت response 500 وهنا قدر أشوف منها مثلا الـ Parameter اللي كان بقوت هنا number بيسوي اثنين وما كذا فبكده نبقى شوفنا نظرة كده سريعة على الداشبورد المختلفة اللي بيقدمها لي سواء سواء إن أنا إزاي أسرش على Logs لوحدها، إزاي أضيف APM، إزاي أعمل العلاقة اللي بين الـ APM والـ Logs بحيث APM ده الداشبورد بتاعته تبقى جواها كل المعلومات اللي أنا محتاجها علشان أتربل شوت الـ Application بتاعتي ومونتر الـ Application بتاعتي وألاحظ لو فيه Failed Transactions كتير في حتة ما Dependency معينة واقعة وما إلى ذلك أتمنى تكون الحلقة دي مفيدة، إداتنا فكرة عن إيه هو الـ Elastic Stack إزاي أستخدمه، إزاي أستفيد منه في المونترين بتاعت الـ Application بتاعتي إن شاء الله الحلقة الجاية هنبقى بنتكلم عن Application Insights كواحدة برضو من الـ Tools بتاعت Microsoft اللي على الـ Cloud اللي بتخليني يعمل تقريباً نفس الحاجة بـ Setup أسهل بكتير ولكن معتمدة على إن أنا حصت الحاجة بتاعتي في Microsoft Azure أتمنى تكون الحلقة دي مفيدة بالنسبة لكم، لو حد عنده أي comments ياريت يكتبها لو حد عنده feedback، لو حد عنده أي أسئلة، لو جربت الحاجات ديت وقبلك فيها مشكلة، اكتبلي في comments وأنا إن شاء الله أحاول أساعد الرد على كل الـ Comments ياريت برضو تسبسكريب وتشير الحلقة ديت على يوتيوب، شكراً موسيقى موسيقى موسيقى